بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم بنرحب فيكم طلاب الأول ثانوي العلمي ببداية الفصل الثاني إن شاء الله إنها تكون بداية خير عليكم جميعا يا رب بداية الفصل الثاني بيحكي عن وحدة كثير مهمة واللي هي وحدة التكامل هاي ما تردوا على اللي بيحكي لكم أنه التكامل صعب الفصل الثاني أصعب بالعكس فصل الثاني والتكامل إشي كثير سهل ورح تشوفوه إنه كثير سهل كمان إن شاء الله إذا بيتتبعوا معي الآن كل التلخيص اللي راح أنا أشرحه زي ما حكينا لطلاب الأدبي راح يكون موجود على جروب الفيسبوك فاتأكدوا إنكم تكونوا منضمين معنا بالجروب راح أترك لكم رابط لجروب تحت هذا الفيديو تمام الآن بداية بدنا نتعرف على الدرس الأول واللي هو التكامل غير المحدود الآن إحنا تعلمنا بالحصل الأول تعلمنا يا جماعة الاشتقاق صح؟ طيب أذكركم فيه كان يعطيك اقترام F في الـ X مثلا وليكن X تكعيب ويحكي لك احسب للمشتقة يعني F' للـ X كيف كنا نشتق X تكعيب؟ كنت تنزل الثلاث أمام X وتطرح من الأس واحد اطرح منها واحد شي بتصير؟ اثنين هاي الاشتقاق هيك بكل بساطة قواعد الاشتقاق الآن التكامل راح يكون عكس الاشتقاق يعني أنا بسير مثلا أخبي عنك هذا الاقتران أحكي لك الاقتران ثلاثة X تربيع شو الاقتران الأصلي تبعه؟ يعني شو الاقتران اللي أنا باشتقته؟ بعطيني ثلاثة X تربيع راح نتعلم هاي الأمور كلها إن شاء الله كمان كان يعطيك مثلا السرعة أو المسافة ويحكي لك احسب لي التسارع تتذكروا لما كان يعطينا المسافة أو السرعة لما نيجي نشتقها شو راح تعطينا التسارع؟ الآن راح يحكي لك العكس أنا بعطيك التسارع إنت أعطيني السرعة يعني بدي أرجع فيها رجوع بتصير عملية إيش ما لها؟ عكسية فهذا بالضبط هو تعريف التكامل التكامل زي ما هم مكتوب بالكتاب التكامل عملية عكسية من إيش؟ من الإشتقاق تمام؟ طيب الآن اللهم صلى سيدنا محمد الكتاب شو معرف لنا؟ إنه الاقتران الأصلي مرمز له بالرمز F في الأكس كابتال F كابتال الأكس وهي نفسها بتساوي التكامل لF في الأكس سمول نفسها التكامل لF في الأكس سمول دي أكس هسا بفهمكم شو هاي الرموز حاليني أكتبها هون مثلا هذا هو رمز التكامل بشبه حرف الإس وآخره بيجي دايماً دي الأكس وفي النص بيكون عندك الاقتران اللي هو F في الأكس هذا هو رمز التكامل التكامل هاد بشبه حرف الإس بيجي معه دايماً دي الأكس تكامل شو بيجي معه دايماً؟ آخره دي الأكس يعني بيجي هذول طقم واحد مع بعض تكامل وآخر دي الأكس وبالنصف بيكون عندي أنا الإقتران اللي بدي أكامله اللي هو مثلا هذا الإقتران الصغير أنا بدي أعرف منه شو الإقتران الأصلي اللي هو إكس تكعيب تمام فعملية هي بتكون إيش عكسية من الإشتقاق تمام الآن لو أنا مثلا حكيت لك خلينا شوف مثال واحد أفهمكم إياه الآن هاي مثال واحد أمامنا على اللوح شو بيحكي للمثال أنا بعطيك الإقتران هذا إف في الإكس سمول إنت أعرف لي شو الإقتران الأصلي تبعه اللي هو إحنا رمزنا له زي من يكتاب رمز إف كابتال الإكس هذا اللي إحنا المفروض نعرفه يعني هذا الإقتران بعد الإشتقاق أنا بدي إياه قبل الإشتقاق يعني شو الإقتران اللي بشتقه بعطيني خمسة إكس قوة أربعة اللي هو بكل بساطة خلينا نكتب باللون ثاني الإقتران إف كابتال الإكس شو بيساوي هو عبارة عن إكس قوة خمسة ورح أحط جنبها هون زائد سي هسا بفهم كل إشي بحط هاي بس هذا الإقتران إكس قوة خمسة فعليا لو أنت ترجع تشتقه شو رح يرجع معك خمسة إكس قوة أربعة كيف؟ نزل الخمسة أمام الإكس هايها مضروبة في إكس إطرح من الخمسة واحد شو رح ترجع معك؟ أربعة تمام؟ فدائما لما آج بدي أكتب الإقتران الأصلي إف في الإكس بكامل هذا الإقتران هسا بعلمكم كيف بنكامله وبحط آخره دايما إيش زائد سي السي هاي ثابت التكامل طيب فرع اثنين معطيك إف في الإكس بتساوي سالب ثمانية إكس قوة سالب تسعة بحكي لك يا أستاذ شو الإقتران الأصلي اللي إجاد منه هذا الإقتران رح أحكي لك إف كابتال للإكس تساوي هاي رح تصير إكس قوة سالب ثمانية وهذا ثابت التكامل اللي هو سي لأن هاي إكس قوة سالب ثمانية فعليا هاي لو أنا جيت مسكتها إكس قوة سالب ثمانية حكيت لك اشتقلي إياها شو رح ترجع طلع بدك تنزل السالب ثمانية أمام الإكس هاي هاي وبدك تطرح من السالب ثمانية واحد هس السالب بالعادة لما ننقص منه بزيد لما نزيد عليه بنقص عكس الدنيا هاي السالب ثمانية نقص منها واحد رح تزيد رح تصير سالب تسعة فهذا الاقتران نفس الاقتران اللي طلبوا مني في السؤال فهذا دليل إنه أنا التكامل الاقتران الأصلي لما أجي أشتقه شو بيرجع معك الاقتران بعد الاشتقاق فهذا التكامل والاشتقاق بيجو جمعها إيش عكس بعض تمام أستاذ فهمتنا إنه التكامل عكس الاشتقاق شو هذا الرمز سي لش بيضلكوا تحطوه آخر التكامل الآن لاحظوا مش حكينا هذا الاقتران لما نيجي نشتقه رح يرجع معي هذا الاقتران اللي طلبوا في السؤال العطانية في السؤال بس هل في غيره اقترانات أكيد طلع الآن ممكن مثلا أحكي لك F في الأكس تساوي ثلاثة اكس تربية صح؟ هذا الاقتران F في سمول اكس شو الاقتران الأصلي كان معك؟ كان الاقتران الأصلي اللي هو عبارة عن اكس تكعيب مثلا زائد عشرة هاي لما أنا أجي بالدرجعة أشتقها اكس تكعيب رح تصير معك ثلاثة اكس تربية مزبوط والعشرة شو مشتقتها؟ صفر العشرة عدد ثابت أي ثابت منعرف من الفصل الأول شو مشتقته دائما صفر بتعطيك طيب هل هذا الاقتران وحيد؟ لا بقدر برضو أعطيك كمان اقتران F capital X يساوي X تكعيب زائد مية هاي برضو اشتق لي هاش رح ترجع معك ثلاثة اكس تربيع والمية هاش رح تصير صفر لأنه ثلاثة اكس تكعيب اشتقها ثلاثة اكس تربيع طيب كمان واحد ممكن أعطيك F capital X تساوي X تكعيب ناقص مية و مية وخمسة مثلا هاي الاكس تكعيب مشتقتها ثلاثة اكس تربيع والسالب مية وخمسة مشتقتها صفر اللي بدي أوصلكم يا جماعة أنا بقدر أكتب عدد لا نهائي من الاقترانات بحيث أنه بس بظلمي أغير هذا العدد الموجود معي بالآخر ويظل مشتقت الجواب ثلاثة اكس تربيع فاتفقوا العلماء إنه بدل ما نظلنا كل مرة نحط عدد شكل هذا يحط عدد وهذا يحط عدد قالوا لا خلاص منتفق على رمز واحد نحطه لما نكامل فاتفقوا إنهم يحطوا آخر التكامل إيش زائد C فخلاص بكل اقتران في هذا الدرس رح نكامله شو رح نحط بالآخر دايما زائد C طيب الآن في عنا كمان أتحقق من فهمي خليني بس أمسح اللوح تمام يا جماعة هاي عندي أتحقق من فهمي بحكي لهي الاقتران small f small x تساوي عشرة اكس قوة تسعة انت تعطيني الاقتران الأصلي تباحها كيف بتعرف الاقتران الأصلي هايو f capital للأكس تساوي الآن شو الاقتران اللي بنشتقه بعطيني هذا الاقتران اللي هو أكيد x قوة عشرة صح اشتقها رح تنزل العشرة أمام الـ x بتصير عشرة اكس واترح من العشرة واحد شو رح تعطيك تسعة بالزرط وطيب ودايما حكينا شو رح نحط زائد c اللي هي أي عدد ثابت اللي تحت هاي الاقتران small f x بدي أكتب لك f capital للأكس عشان أعرف الاقتران الأصلي الآن سالب 11 x قوة سالب 12 شو الاقتران الأصلي لهذا الاقتران أصله x قوة سالب 11 صح؟ طيب ودايما حكينا شو بنحط زائد c الآن هذا الاقتران لو انت ترجع تشتقق لي رح تنزل السالب 11 تطرح منها واحد شو رح تعطيك سالب 12 طيب أستاذ هذول الاقترانات يعني كثير سهلة افرض أنا مثلاً أعطيتك يا أستاذ هذا الاقتران حكيت لك جذر x زائد 95 على 100 x قوة سالب 2 زائد 12 x تكعيب طيب شو الاقتران الأصلي لهذا الاقتران؟ طيب أستاذ أنا بدي أقود أتحذر؟ أكيد لا ما رح أقود أتحذر شو الاقتران الأصلي لهذا في عندنا هون جماعة قواعد للتكامل غير المحدود بنشتغل عليها بقدر أعرف منها الاقتران الأصلي هون كان سهل كثير فحذرناهم تحذير أما هون لا ما بنفع نحذر في عندي أنا قواعد للتكامل لازم نكون إيش حافظينها أول قاعدة معاي بيحكيلي تكامل لk k بتمثل أي عدد أي عدد k dx حكينا رمزي التكامل هايو اللي هو زي حال في الS وبيجي دايماً آخره إيش dx وبالنص بيكون عندك الاقتران أو العدد فشو تكامل أي عدد؟ تكامل أي عدد يا جماعة إذا كان عندك أي عدد كيف بدك تكامله؟ بتمسك هذا العدد اللي هو الك بتلزق فيه x بصير بناتهم يعني ضرب زي هيك وآخر شي بتحض ثابتة تكامل زائد c هسا رح نشوف أمثل عليها هاي القاعدة الثانية بيحكي لك تكامل لx قوة n dx اللي ما يكون عندك فيه x وعليه أس كيف نقدر نكامله رح تحكيلي بتضيف على القوة واحد يعني رح تصير n زائد واحد وقسم على القوة هاي اللي جديدة اللي طلعت معك n زائد واحد وآخر شي زائد c تمام؟ خلينا نشوف أمثل عليهم يلا يا جماعة نشوف مع بعض كيف رح نحل على هاي الأمثلة معطينا أول شي بيحكي لي تكامل لسبعة dx الآن السبعة عدد لحاله عدد صحيح كيف احنا بنكامل أي عدد بمسك العدد السبعة بلزق فيها x وبحط أخرها ايش زائد c تمام؟ خلصنا هيك؟ آه خلصنا مثلا تكامل لسالب 22 على 9 الآن سالب 22 على 9 هاي عدد كيف بنكامل أي عدد؟ بحكي سالب 22 على 9 x زائد c بلزق فيها x طيب عندي هاي هان كمان تكامل سالب 9 dx هاي عدد كيف بكاملها؟ بلزق بالسالب 9 x شو بحط؟ زائد c ممتازين الآن هاي القاعدة الثانية اللي كانت تكامل لx في عليها قوة كيف بكاملها؟ بحكي هاي الأكس بضيف على القوة واحد هي 18 بس أزيدها واحد شي بتصير؟ 19 وبقسم على القوة الجديدة اللي هي 19 وبحط هنا زائد c ممتاز تكامل x تكعيب يلا نفس الحكي x عليها قوة بحكي x قوة 4 على 4 زائد c ممتازين طيب أستاذ لو كان على القوة سالب هل بفرق؟ لا ما بفرق نفس الشي x عليها قوة خلي ال-x ضيف لي على القوة واحد رح تصير سالب خمسة وبقسم على القوة الجديدة سالب خمسة زائد c هون أنا غلطت بالعمدا ليش غلطت يا أستاذ؟ انت عندك هون سالب أربعة لما تزيد عليها واحد حكينا السالب بس نزيد عليها يا جماعة شو بصير فيه؟ بنقص ما بزيد فانت ليش تروح تحط اللي سالب خمسة؟ لأ المفروض انك شو تحط هون؟ هذا خلط يعني بوقعوا فيه كثير طلاب المفروض انت السالب أربعة بس تزيد عليها واحد تنقص يعني تصير سالب ثلاث على سالب ثلاث تمام؟ طيب هاي لا تغلطوا فيها تكايم نفس الشي تكامل x قوة سالب تسعة كيف رح تصير؟ رح تحكيلي هاي ال-x ضيف لي على السالب تسعة واحد لأنها سالب رح تنقص رح تصير سالب ثمانية على سالب ثمانية زائد السي ممتازين شوفوا هاي هاي قسمة بحكيلي واحد على x تكعيب طيب احنا تعودنا نكامل ال-x وهي موجودة في البسط هالمرة موجودة في المقام هل بقدر أكملها وهي بالمقام؟ لا أستاذ لازم ترفع ال-x تكعيب للبسط فرح تيجي تحكي لهي أصلها هاي رمز التكامل لسي احنا ما كاملنا بس نجهزها x تكعيب لما أجي أرفحها للبسط رح يتغير الأث بدل مموجة بثلاثة شو رح يصير؟ أحسنتم سالب ثلاث dx يعني هاي اللي بداك تكاملها بس تيجي تكاملها تكامل x قوة سالب ثلاث رح يصير x ويفعل قوة واحد بتنقص بتصير سالب ثنين على سالب ثنين زائد ثابت التكامل واللي هو سيد تمام؟ هذول القاعدتين كثير سهلين خلينا نأخذ كمان شغلة عن الجذور الان يا جماعة اللي بديكم تعرفوا عن التكامل انه في عندنا احنا ثلاث مشاكل بنواجهها خلال عملية التكامل أول إشي إذا كان في عندي ضرب فهي مشكلة لازم نعالجها قبل ما نكامل إذا كان عندي قسمة وكذلك الأمر إذا كان عندي جذور هذول الثلاث شغلات الضرب والقسمة والجذور لازم أنا أعمل لهم عملية تجهيز قبل ما أبلش بالتكامل لقيت في السؤال جذر للإكس لازم أول إشي أتخلص من الجذر كيف أتخلص من الجذر بحكي الداخل ما في إشي فبعتبره واحد على الخارج الخارج إش هو عبارة عن اثنين هذ جذر تربيعي فبحولها زي هيك إكس بحكي اللي جوه على اللي بره اللي جوه واحد واللي بره اثنين فبحولها لإكس قوة نص وبكاملها طبيعي على قاعدة الإكس اللي عليها قوة الآن الجذر التكعيب إلى الإكس كذلك الأمر بحكي هاي إكس اللي الداخل واحد والخارج اللي هو ثلاث فبحكي هاي اللي جوه على اللي بره نفس الإشي الجذر السادس لإكس قوة خمسة راح تصير إكس اللي جوه خمسة اللي بره ستة فقبل ما تبلش في التكامل يفضل إنك اتجهز الجذر مثلا عندك هون تكامل جذر إكس حكينا لازم نتخلص من الجذر قبل ما نكامل فهي بنزل رمز التكامل ودي الإكس نفس مهمة الجذر للإكس لإيش بتحول الجذر تربيع إلى إكس بيصير إكس اللي جوه واحد اللي بره اثنين ممتاز طيب الآن صار عندي تكامل لإكس عليها قوة هاي كيف بدي أكاملها راح أجي بنزل الإكس نفس ما هي بزيد على القوة واحد كيف بدي أجمع للنص واحد في عملية سريعة إنك تجمع البسط من المقام يعني واحد زائد اثنين كم ثلاث وبحافظ على المقام شو المقام الأصلي اثنين زي هيك كيف ستار مثلا هاي عندك إكس قوة خلينا نحكي اثنين على ثلاث هاي كيف أنا بدي أزيد لإلها واحد بجمع البسط من المقام بدل مع واحد مقامات يعني اثنين زائد ثلاث كم هاي خمسة وبحافظ على المقام نفس ما هو ثلاث تمام هاي إكس قوة نص شو صارت جماعة الواحد من الاثنين صارت ثلاث وحافظنا على المقام الأصلي تباحها اللي هو ثلاث إذن في المقام مش رح تيجي أنت تقسم على القوة الجديدة كمان مرة فرح تحكي لي ثلاث على ثلاث بس هيك شكلها بيصير غريبة شوي إنه كسر وكمان كسر ففي طريقة أحسن أو طريقة أسرع إنه أنا بدل ما أقسم على نفس القوة مرة ثانية شو باجي بأعمل بعكسهم يعني في المقام تحت بعكسهم بدل ما أحكي ثلاثة على ثنين بحط الاثنين جنب الـ X وتحت بحطها في الثلاث لأنه أصلا المقام تحت فلما تيجي ترفعه للبسط رح تقلبهم فخلص انت مباشر رح تصير عندك X قوة ثلاثة على ثنين بالمقام شو باجي بأكتبها الثنين ببلش بالمقام بعدين بحط تحت الثلاث تمام هس رح توضح طبعا هنا في آخر شي زائد C ثابت التكامل هس رح توضح من خلال المثال الثاني طلع تكامل الجدر السادس لـ X عندي جدر بدي أتخلص منه فهي بنزل التكامل دي X نفس ما هون بحكي هاي الـ X اللي جوه واحد اللي بره ستة هاي بحكي 1 على ستة تمام تعكمل لي إياها الـ X بتنزل حلو اجمع البسط من المقام مش لك تزيدلها انت واحد خلص اجمع البسط من المقام مباشرة وواحد زائد ستة هاي سبعة وبحافظ على المقام الأصلي اللي هو ستة فصارت X قوة سبعة على ستة طيب في المقام ما بدي أحط سبعة ستة لا خلص بدي أسير أعكسها أحكي ستة على سبعة هيك دايما أصل عليك بدل ما تخليها تحت هنا سبعة على ستة وترجع ترفح هذا البسط لا خلص مباشرة بتيجي بتحكي لي ما بدي أنا أحط هاي ستة تحت بدي أجي أحطها فوق وأقسم على سبعة نفس الجواب تمام وآخر شي ثابت التكامل اللي هو زائد C أحسنتم الآن عندي واحد على جذر X كيف بدي أكامل واحد على جذر X يعني هون انت عندك مشكلتين أول واحدة إنه في عندك جذر الثانية في عندك قسمة فتطلع كيف أنا بدي أجهزها هاي تكامل دي X الجذر للX هاي الواحد فوق على جذر التربيع على الX ليش بتحول اتفقنا بتحول لX قوة نص تمام إلا عندي X موجودة في المقام ما بنفع أكاملها وهي تحت لازم شو يا جماعة ممتازين لازم نرفح هذا البسط طيب آجي أحكي لك تكامل دي X طبعا إحنا جماع لسه ما كاملنا بس أنا قاعد بجهز هاي الX النص لما أرفحها شو رح تصير سالب نص مش بنعرف إحنا من زمان إنه القوة اللي في المقام لما ترفحها البسط تتحول إشارتها صح ولا لا صحيح طيب X قوة سالب نص تعال كاملها هاي الX بدي أزيد على هاي القوة واحد ممتاز اجمع لها واحد حكينا بنجمع البسط من المقام البسط سالب واحد طيب اجمعه مع المقام اللي هو اثنين سالب واحد زائد اثنين كم موجب واحد على المقام الأصلي كم اثنين طيب بدل ما أحطها تحت واحد على اثنين خلاص اتفقنا بحط بعكسها بحط لاثنين جنب الاكس وتحت الواحد وهنا بتحط اللي زائد السي تمام طيب افرض أنا بدي أجهزها أكثر الواحد في المقام معتبره مش موجود خلاص فيش داعلة إلو إلان X قوة نص X قوة نص لما نرجح على أصلها شو هي شو بتطلع معك بالزبط بتطلع معك جذر اكس فهي لو بدك تبسطها أكثر بتحكي لاثنين في جذر اكس زائد السي تمام هاي فكرة الدرس يا جماعة كثير سهل عندك بس قواعد للتكامل بتكاملهم بتتعلمهم بتحفظهم بتصير أمورك زي العسل طيب في عنا كمان قواعد خليني بس أمسح اللوح ونكتبهم إلان يا جماعة نكمل بالقاعدة رقم ثلاث والقاعدة رقم أربعة بس بدي أذكركم إنه كل هاي التلخيص اللي موجودة اللي أنا قاعد بحيل فيها على اللوح موجودة بالكتاب وبرضا موجودة فيه التلخيص اللي أنا عاملها ونشرها على جروب الفيسبوك فأتأكدوا يا جماعة إنكم تشتركوا في هذا الجروب لأنه رح أنشر عليه واجبات إن شاء الله وتمارين ونطلع لايف نتساعد فيه مع بعض تمام إلان القاعدة رقم ثلاث شو بتحكي لك إذا كان عندك تكامل وفي عندك عدد هون K أي عدد F X اللي هو اقتران يعني هذا العدد ملزق في الاقتران فهي كيف بتكاملها بسيطة تمسك هذا العدد يبترميع بره التكامل هاي وطلع بره التكامل وبتخلي تكامل F X بتكامل الاقتران لحاله والعدد من طلعه بره التكامل نفس ما كان فالنهايات لما يكون فيها عدد بالفصل أول يعني بتطلع العدد برا النهاية يعني بتحل السؤال هون نفس الحكي طيب القاعدة الثانية شو بيحكي لي إذا كان عندي تكامل لاقترانين وفي بناتهم جمع أو طرح التكامل رح يتوزع فبتعطي التكامل للأول وبتعطي التكامل للثاني هاي ها هون صارت عندك تكامل fxdx لحال زائد أو ناقص حسب العملية اللي في السؤال زائد أو ناقص تكامل gx لحال فالقاعدتين كثير بسيطات إذا عندك عدد ارميه برا التكامل إذا عندك جمع أو طرح التكامل بتوزع عليهم كلياتهم تمام عندي مثلا خلنا بلش فيه هذا المثال في الكتاب مثال ثلاث طلع شو بيحكي لي تكامل هاي عندي هنا قوس لستة اكس تربيه ناقص اثنين اكس قوة سالب ثلاث ومسكر القوس هس هون عندي تكامل وشو في بناتهم طرح فأكيد التكامل رح يتوزع على الأول ورح يتوزع على الثاني فرح يصير زي هيك تكامل لا الستة اكس تربيه دي اكس ناقص اللي شرل بناتهم تكامل للثاني اللي هو اثنين اكس قوة سالب ثلاث دي اكس تمام لان كامل هاي لحالها لاحظ هنا في عندك عدد اتفقنا العدد من رميه برا التكامل هاي ستة يعني بيظل عندك بس تكامل للاكس تربيه شو تكامل الاكس تربيه اتفقنا انه منخلي الاكس بزيد على الاس واحد ثلاث وبقسم على الاس لجديد تمام لان عندي هنا ناقص لاحظة هنا ما حطيت زائد سي ليش لانه في عندك هنا كمان تكامل فما بنفع انه لما يكون عندك يعني اكترانين جنبعه تضلك تحط زائد سي زائد سي لا خلص بس تخلص جميع التكاملات بتحط اخر شي زائد سي لأي لهم كلهم ناقص عندي هنا عدد نفس الحكي بنطلعه برا اثنين صارت عندي اكس قوى سالب ثلاث شو تكامل اكس قوى سالب ثلاث بخلي الاكس بزيد على الاس واحد هو سالب لما تزيد عليه بنقص تمام بحصيل سالب اثنين على سالب اثنين واخر شي شو بحط زائد سي لأي لهم كلياتهم الان هنا في عندك اختصارات فيفضل اذا انت يعني حابة تخلي الحل تبعك احلى انك تختصر ستة تقسيم ثلاث كم فيها ثنين اثنين مع السالب اثنين متروح شو بظل سالب واحد فتعالوا نشوف شو رح يصير معاي رح يصير معاي هون بظل عندي اثنين اكس تكعيب يعني هون عندك سالب مع السالب اللي رفعناها لهون شو رح يصير الجواب سالب السالب موجب وهون عندك اكس قوى سالب اثنين زائد الس تمام بسيطة فكرته وزعت التكامل على كل واحد وكمالت كل واحد لحاله تمام نشوف المثال هذا ثلاث برضو نفس الحكي بس الفرع الاول نفس الحكي بدي اعطي تكامل لهذا بدي اعطي تكامل برضو لهذا فعشان نصير اسرع ما نظلنا الحط زي هيك تكامل هاذ وتكامل هاذ لا خلص مهو نفس الجواب رح يطلع معك تحد فكاملهم مباشرة تمام يعني تكامل بدي اكامل هاي مباشرة وكامل هاي مباشرة كل واحدة لحالها هاي عندي اكس اللي اكس بتنزل القوة هاي بدي ازيد انا عليها واحد فتطلع عندك هنا كسر هايو اللي هو سالب ثلاث على اثنين هذا الكسر انا كيف بدي اجمع له واحد بجمع البسط من المقام بحكي سالب ثلاث زائد اثنين طيب هيها سالب ثلاث زائد اثنين الاشارات مختلفة بحط الجواب الاشارة الكبير سالب وبطرح ثلاث ناقص اثنين وواحد فبحط في البسط سالب واحد وبحافظ على المقام اللي هو ايش اثنين هيك انا كاملتها بس بظل عليك تقسم على الاس اتفقنا لما يكون الاس كسر واجه بدي اقسم عليه في المقام بقلبه يعني بدل ما يحكي تحت قوة سالب واحد على اثنين لا خلص بحكي بحط هنا الاثنين وتحت بحط البسط اللي هو السالب واحد فقلبتهم انا بالمقام زائد عندي الاثنين هاي شو تكامل اي عدد اي عدد حكي انا كيف بنكامله بلزق فيه اكس وبحط اخرهم ايش زائد السي تمام اذا كترتب حلك اكثر الواحد في المقام ما يلو دخل السالب بيطلع على فوق بيصير سالب وهي هيك ترتب الحل صارت سالب اثنين اكس قوة سالب نص كثير سهلين يا جماعة نشوف اتحقق من فهمي الان يا جماعة تعال نشوف مع بعض اتحقق من فهمي لاحظوا ما اعطيني هو فرع ا و بي وانا اضفت من عندي فرع س لحتى نتدرب اكثر عندي هاي فرع اي شو بحكيلي تكامل لهذا المقدار كامل اذا نلاحظوا هذا المقدار كامل ايش فياته فيه جمع وفيه طرح اذا فيه جمع او طرح التكامل بتوزع عليهم يعني بقدر اكاملهم براحتي بكامل هاد وبكامل هاد وبكامل حدود جميعا براحتي عندي اثنين عدد بطلحها برا التكامل خليها عندي اكس قوة اربعة شو تكاملها بخلي الاكس بزيد على الاربعة واحد بتصير خمسة وبقسم على الاس الجدل هو خمسة تمام الاشارة زائد عندي هاي الثلاث عدد بتنزل عندي هاي الاكس كيف ده كاملها بزيد على الاس واحد رح يصير اربعة وبقسم عليه هاي على اربعة عندي هاي سناقص سبعة عدد بتنزل الاكس نزلها والاثنين هاي بدا زيد عليها واحد رح تصير قوة ثلاث على ثلاثة واخري شو شو بحض ثابت التكامل هو زائد س طيب اللي بعدها نفسي الحكي شو في بناتهم يا جماعة جميع يا جماعة جميع حلوة الان بدي اوزع التكامل عليهم بدي اكامل هاي لحالها بدي اكامل هاي لحالها بس بدي اكتركز وبالله بهاي شوي عندي هون عدد خلي العدد برا تمام الان عندك هون اكس هايها نزلها الان شو القس ثلاثة عثنين حكينا كيف بدي اجمع له واحد بجمع البسط من المقام ثلاثة زائد اثنين هاي خمسة وبخلي المقام نسمه هو اثنين الان بالمقام ما بدي احط خمسة عثنين بقلبهم بصيروا اثنين على خمسة طب وهذولو شو بيصير بناتهم استاذ بيصير بناتهم ضر طيب واخر شي بحط زائد يلا دور هاي الثلاثة بتنزل اكس تربيع شو راح تصير اكس قوة ثلاث على ثلاث زائد سي اختصر الثلاث مع ثلاث بظل اكس تكعيد طب استاذنا هون حاس حاليا ما فهمت عليك شو سوي طيب عندي خمسة اكس قوة ثلاث على ثلاث الثلاث على ثلاث بدي اجمع لها واحد هاي اول اشي نزلت الخمسة زي ما هي هنكتب بالدوندرس وعد نزلنا الخمسة نفس ما هي الاكس نزلتها الآن ثلاثة على ثلاثة اجمع لها واحد راح تصير خمسة على ثلاث تمام الآن في المقام ما بدي احط خمسة على ثلاث حطيت الخمسة تحت وبفوق حطيت الاثنين لانه المقام المقام برفع على البص إذا صار بين الخمسة والثمين الفي البست ضرب فبقدر أختصر الخمسة الفي البست مع الخمسة الموجودة عندي بالمقام فبيضل عندي بعد التبسيط يعني بيضل عندك هون 2x قوة 5 على 2 زائد x تكعيب زائد c خلصناه كثير سهلا إذا هذا الفرع الأخير أنا أضيفه من عندي عندي هون طرح عندي هون جميع وعندي هون جميع خلص وزع تكامل يعني كامل مباشرة عندي هاي الخمسة عدد نزلها x بتمزل الأربعة لما أي أجي أنا أبدأ كاملها شو رح تسير بزيد لها واحد وبقسم على خمسة على القوة الجديدة ناقص بناتهم ناقص الأربعة عدد نزلها x تكعيب شو تكاملها x زيد على الأس واحد وقسم عليه خلص صرت أسهل مع الممارسة زائد عندي 9x تربيع خليت 9x تربيع شو رح تسير x تكعيب على ثلاث أحسنتم عندي هون زائد ثلاث الثلاث عدد شو تكامل أي عدد بلزق فيه x وآخر إشي شو بنعمل الجماعة زائد c الآن الطالب اللي بحب يرتب حله شو بيجي بحكي والله الخمسة مع الخمسة بتروح أربعة مع الأربعة بتروح تسعة مع الثلاث فيها اختصار بتسير ثلاث يعني لو بدي أرجع أكتبه بعد عملية التبسيط رح ضل عندك x قوة خمسة ناقص x قوة أربعة زائد هاي عندك هون ثلاث x تكعيب وآخر إشي زائد ثلاثة x زائد c تمام يا جماعة فهمتوا هذا السؤال؟ بتمنى تكونوا فهمتوا الآن في عندنا مثال أربعة رح يكون فيه قسمة بعيدين لكم على السريع المشاكل للضرب اللي هم الجذر والقسمة والضرب الآن الضرب هسا رح نشوف كيف والقسمة هسا برضو رح نشوف كيف فخلينا ننطلق يلا يا جماعة نكمل مع بعض مثال أربعة بدنا لهمة تكون يا جماعة حديد للفصل الثاني تمام؟ إن شاء الله هتكون حديد مش بلاستيك الآن عندي هذا المثال بحكي لي رقم مثال أربعة في واحد اثنين ثلاث أفرع أول فرع تكامل ثلاثة اكس زاد ثلاثة اكس قوة أربعة تقسيم اكس الآن في عندي هنا مشكلة عندي قسمة كيف بدي أتخلص أنا من القسمة هسا في عندك أكثر من طريقة طلع عندك المقام حد واحد في قاعدة بالرياضيات بشكل عام إذ بيحكي لك إذا المقام بيعتبر حد واحد بتقدر إنك يتجزؤه على البسط يعني بتوزع هاي عندي التكامل خلينا بسمه هو دي اكس لسه ما كملنا بدنا نبسط إحنا مقام الـ اكس هذا حد واحد بقدر أوزع لهذا الحد وبقدر أوزع لهذا الحد يعني رح يصير ثلاثة اكس هاي اللي فوق على الـ اكس هاي اللي تحت أعطيت اكس للثلاثة اكس بناتهم زائد نفس الحكي عندي ثنين اكس قوة أربعة برضو بدي أعطيها الـ اكس اللي في المقام هاي طلعت لفوق ماشي دي اكس الآن شو سويت أنا هون وزعت البس المقام أعطيته للبسط اللي هون وأعطيته للبسط اللي هون الآن لاحظوا الاختصارات الـ اكس مع الـ اكس بتروح اكس قوة أربعة تقسيم اكس يعني انت تطرح منها واحدة شو بظل الفوق؟ ثنث اكسات فرح يصير التكامل كالتالي راحت الـ اكس مع الـ اكس شو ظل معك؟ الثلاث زائد اختصرنا اكس واحدة من فوق شو ظل معك؟ اثنين اكس تكعيب إلى أن تحولت معاي المسألة من اقتران هيك في قسمة وصعب أكامله لإقتران كثير سهل عندي هون جميع بناتهم بوزع التكامل وبكامل كل واحدة لحالها يعني الثلاثة شو تكاملها؟ راح تصير ثلاثة اكس زائد اثنين اكس قوة ثلاث بخلي لثنين والاكس تكعيب شو تكاملها؟ اكس قوة أربعة على أربعة زائد السي انتهى الحل كثير سهلة فخلاصة الحكي انت ما في عندك قاعدة مباشرة للقسمة فلازم تتخلص من القسمة قبل ما تكامل هاي هنا تخلصت منها من خلال توزيع المقام بس شو الشرط انه يكون عندي المقام حد واحد يعني اذا كانت مثلا اكس زائد أربعة هاي ممنوعنا اوزحها على البسط ما بيصير لازم يكون عندك بس حد واحد طيب السؤال الثاني عندي تكامل لأكس زائد اثنين في اكس نقص اثنين على جذر الاكس هنا يعني الشخص الدقيق الطالب الدقيق هنا في عندك مشكلتين أستاذ اول واحد انه في عندك جذر ثاني واحد انه في عندك هنا قسمة فلازم نتخلص منهم طيب الآن الطالب اللي اذق من الطالب هذاك رح يحكي لي أستاذ انت هنا في عندك اكس زائد اثنين اكس نقص اثنين هاي باش بتذكركم يا جماعة بتذكرنا بالفرق بين مربعين هايها لما اجي احكي لك انا اكس تربيع نقص اربعة فاطمين وربعين لصف تاسع وعشر بعرفون حكيت لك تعال وزع لي اياها او حلل لي اياها شرح تحكي لك هاي اكس و اكس بحط هنا السالب هنا زائد الاربعة شو بيصير اثنين و اثنين فهيها اكس نقص اثنين اكس زائد اثنين هايها نفس اللي معك في البط فبتقدر انك تشيلها وشو ترجحها اكس تربيع ناقص اربعة فهيها صار عندك تكامل بالبصد بشيها وشو بحط اكس تربيع ناقص اربعة اللي ما لاحق عادة تقدر انك تضرب اضرب هاي في هاي و جميع ليهم مع بعض ويرجوا معك نفس الاشي تمام الان على بالمقام عندي جذر اكس الجذر حكينا هو عبارة عن اكس قوة نطف فباجي بكتبها باجي بكتبها اكس قوة نطف وهون بحط ذي ال اكس تمام الان لاحظوا يا جماعة صار عندي هسا المقام حد واحد والبصد حدين بقدر اوزع المقام على البصد فرح تصير كالتالي تكامل عندي هنا في البصد اكس تربيع على بدي اعطيها مقام رح تصير اكس قوة نصف شو الاشارة لبناتهم ناقص وبرضو الاربعة شو بدي اعطيها بدي اعطيها اكس قوة نصف دي ال اكس وزعت المقام على البصد تمام نفس ما تعلمنا المقام حد واحد بتوزع الان بدي ارفع المقام لوين جماعة للبصد عشان اغير اشارته اجمعهم مع بعض ونفس الحكي هون بدي ارفع المقام للبصد تكامل عندي اكس تربيع لحظة المقام اكس واكس باخد بس اكس واحدة وباجي بطرح البصد من المقام رح تصير تحكي لي اثنين ناقص هاي النص واحد على اثنين لانه هون عندك اكس وهون اكس نفس الاساس فخلص تقدر مباشرة تطرح الاسس هاي قواعد من صف تاسع اكس نفس الاشيطة رح تطرح اللي فوق اثنين ناقص النص تمام يعني بناتهم اشارة ناقص عندك اربعة الاساس قوى نص خلي الاربعة والاساس قوى نص لما ترفحها شو رح تصير بلزقها فيها وبحول اشارتها من موجة لسالب نص دي اكس تمام الان صارت معك هذا المقدار ترحلي اياهم توحيد مقامات على واحد ضرب اثنين ضرب اثنين اثنين ضرب اثنين اربعة اربعة ناقص الواحد شو رح تصير معك اكس قوى ثلاث على وباخذ المقام مشترك واللي هو اثنين تمام توحيد مقامات يا جماعة سهل وهي نرسمة هي اربعة اكس قوى سالب نص دي اكس هسه هذ كل الشغل اللي اشتغلنا احنا لسه ما كاملنا احنا بس تخلصنا من الجذر وتخلصنا من القسمة هاي صار عندك هسه اقترانين شو في بناتهم عملية طريح بقدر اكامل كل واحد لحاله الاكس قوى ثلاثة على اثنين كيف بنكاملها جماعة حكينا بخلي الاكس بجمع لهذول من بعض بصير ثلاثة زائد اثنين عبارة عن خمسة وبحافظ على المقام اللي هو اثنين وتحت بقلبهم بخلي الخمسة تحت وبحط هنا الاثنين ناقص عندي هنا اربعة اكس قوى سالب نص خليلي الاربعة هاي الاكس قوى سالب نص شو تكاملها اجمعهم من بعض رح يعطيك نص على تحت بحط الواحد وفوق بحط الاثنين وبصير بين الاربعة والاثنين ضرب ترجع تضرب ليهم مع بعض بصير بتشيلهم شو بتحط مكانهم ثمانية اربعة ضرب اثنين ثمانية والمقام واحد وجوده وعدمه واحد تمام الان اخر مثال معنا مثال ثلاث واللي هو تكامل اكس في اكس تربيع زائد اثنين على اكس هاي كيف بدنا نحلها جماعة هاي بقدر انا اوزع لانه بناتهم ضرب ما في عندي قاعدة للضرب فبقدر اوزع الاكس على القوس فرح تصير معك تكامل لا اكس تكعيب زائد لانه هاي اسها واحد وهاي اسها اثنين اضربهم تجمع الاسس بيصيروا ثلاث هس هون في عندك الاكس هاي اضربها في هذا المقدار اللي هو اثنين على اكس دي اكس لاحظ هنا شو صار معك عندك اكس بالبسط واكس بالمقام بقدر شو تعمل اختصرهم مع بعض فبيضل معاي تكامل لاكس تكعيب زائد الاكس راحت مع الاكس شو ظل منهم يا جماعة اثنين دي اكس طيب كانت انا عندي ضرب وقسمة بعد ما وزعت وتخلصت من الضرب والقسمة شو صارت معي اقترانين بناتهم جمع بكامل كل واحد لحاله اكس تكعيب شو راح تصير اكس قوة اربعة لاربعة الاثنين بلزق فيها اكس وبحط اخر شي اشي جماعة زائد سي طيب بتمنى تكون وصلت فكرة هذا الدرس لسه في عنا كمان قواعد وفي عنا كمان سؤال اتحقق من فهمي وفي سؤال انا برضو عامله كواجب بس هذول ما راح احلهم او اشرحهم هون راح اشرحهم ان شاء الله على اغروب الفيسبوك فاتأكدوا جماعة انكم تكونوا منضمين لهذا الاغروب وبنستناكم ان شاء الله على الاغروب والله يعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة